معرض أياد الأمل المقام برعاية منظمات إنسانية والذي عكس حجم التقارب الثقافي بين أبناء الدول العربية شارك فيه لاجئون سوريون مع أشقائهم من نازحين عراقيين في أربيل ليقدموا فيه منتجاتهم وأعمالهم الحرفية والصناعية المتعددة قدرنا ننوع الثقافات بناتنا ونستفاد من الخبرات اللي ناجئين السوريين والنازحين اللي من باقي المحاولات العراق نحن بالنسبة لأهل الموصر مشهورين بالنتاج الراشي والحلاوة المشاركون في المعرض قدموا صناعاتهم المتميزة التي تنوعت بين منتجات مأكولة ومنتجات ملبوسة ظهرت عليها بصمات الأياد الماهرة التي صنعتها وأملنا كبير أن منتجاتنا كلها تروح وكبر مشروعنا كان صغير وإن شاء الله يكون أكبر أكبر استحر ونبيع كل منتجاتنا المشاركون الموصليون المعروفون بمهاراتهم في صناعة الحلوة والمعجنات المختلفة كانوا حريصين أيضا على إظهار منتجاتهم المختلفة بسبب إتقانهم لتلك المصنوعات تلقينا دعم من منظمة اليونيدو فتحنا معمل راشي ومشتقات الراشي والسمسم وضفنا موظفين ويانا وعمال تساعدونا بهذا الشيء واليوم نحن هنا بمعرض من أجل عرض منتجاتنا التي صنعها منظمة اليونيدو الراعية للمعرض تقول إنها قدمت دورات تدريبية لنحو 150 لاجئا عراقيا وسوريا في صناعات مختلفة يعني هي تقريبا حوالي 140-150 مشارك استفادوا من هذه التدريبات ومن هذه المشاريع مستوى النجاح عالية جدا من حيث تقييم مالنا من حيث متابعة العمل من حيث مراقبة العمل تقييم العمل نسبة النجاح عالية جدا أياد الأمل معرض جذب عددا كبيرا من المهتمين والمتسوقين الذين راغبوا في اقتناء منتجات المشاركين فأضفى حضورهم أملا وبهجة لأياد أنتجت فأبدعت